تعتبر الأخبار الزائفة هي السلاح الأشد فتكاً في الحروب أول ما تشوف أخبار أو معلومة أو غيره الدور على غيزو سوسيو نجم تثبت مثلاً في وكالات الأنباء في المواقع الرسمية نثبته من معلومة ولا من أخبار ولا ليهو نمشيه المعني بالأمر ما نمشيهش بولد عم ولا الباش عسلي ما أنجح أنا فردوس جديدي صحفية مدقة معلومات أو فاكتشيكر في منصة تونس تتحرى تابعاً للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عسلي ما أنجح أنا مجدا عن دوني غير دكتري سانشي في أي تشيك عسلي ما أنجح أنا زينة المجري مدقة معلومات في منصة فاكتشيكر في منصة تونسية بالنسبة للأخبار الزيفة يعني الهدف من مكافحتها هو بالأساس أنه الأخبار هذية في العديد من الأحيان ترجمة حل فتنة في المجتمع في أكثر الأحيان يعني تكون ممنهجة يعني تقوم برشة يعني ديباج مش برشة واحدة أو ما تكونش يعني بطريقة مفصلة تكون ديباج تخدم مع بعضها في ريزو معين تخدم في جهة معينة تعتبر الأخبار الزيفة هي السلاح الأشد فتكا في الحروب كيف ما نعرفه أنه جميع الدول في السياسة متاحة تعتمد على الإشاعات خاصة وأنه بظهور الوسائل الحديثة وليت الأخبار الزيفة والمظلة قاعدة تنتشر بصيفة أسرع وأكثر لذلك في أنه من واجبنا أحنا كمدقيقي معلومات ومن واجب المجتمع أيضا أنه يحارب الأخبار هذية لأنه ساعات تتوصل لكوارث وهنا نجم ونذكره الحرب بين أكرانيا وروسيا المعلومات المضلة والمعلومات الخاطئة اللي تدور على الإنترنت ره يتأثر في حياتنا اليومية وتنجم تأثر حتى على أعطى ديمقراطيات في العالم خلني فيه ديمقراطية ناشئة في تونس من بين الأخبار الزيفة والفايك نيوز يعني اللي دار برشة على الريزوسوسيو في وقتا ما اللي خدمت عليه ستونيفاكت هو الرقم الغريب يعني اللي قاله رئيس الجمهورية القيسة سعيد في وقتا ما قال اللي فم مليون وثمانية مات ألف منظهر خرجوا لمسانته في شارع لحبيب بورجيبة أحنا تتبتنا يعني بيانصر من المعطلة هذية وطبعا شارع لحبيب بورجيبة في أي حال من أحوال من أجمشي هز العدد هذية من المظاهرين ايتشيك رصد تصويرها دارت برشة في وسائل التواصل الاجتماعي التصوير هذي عبارة على إعلام شنو مكتوب فيها؟ مكتوب فيها أنه السلطات التونسية قررت عدم اقتطاع التذاكر للأفارقة غير المظامي التصوير هذية أو الإعلام هذية جاينا من محطة بابعليواء ثبتنا في السينياتيور اللي موجودة في التصويرات وهذيك كان طرف الخيط اللي خلينا نتأكدوا أن التصوير غالطة والإعلامة فمش منه تصارثوا عنا مديدة مراكزين مع الحملة اللي قاعدة تصير ضد أفريقين جنوب الصحراء في تونس معلومة 700 ألف أفريقي جنوب الصحراء موجودين في تونس المصدر الأساسي لحاجات كيف معاكي هو عادة يكون يا إما المنتدات التونسية للحقوق الإقتصادية والاجتماعية وإلى اللي أهم منها كيكا ليهياليونيس اللي هو المرسل الوطني للإحصاء ولا المعهد الوطني للإحصاء المعهد الوطني للإحصاء خرج أحصائية في 2021 المسح الوطني للهجرة تقول اللي أفريق جنوب الصحراء اللي موجودين في تونس بطريقة نظامية أو لنظامية هما 21.466 من بين اللي زوتي اللي نستخدموهم في التحقق من الأخبار والفيديوهات وغيرهم نجمو نذكروا مثلا أوتي إيم فيت اللي هو متخصص يعني في التحقق من الفيديوهات نقوموا يعني بإدخال الفيديو للتقنية هذية باش نتحقوا منها صورة بصورة يعني باش نشوفوا إذا كان الفيديوهذه ينتشر تقبل إذا كان جديدة قديمة وين بالضبط معناها تم نشرها للمرة الأولى تقاطع المصادر يعني في العديد من الأحيان أو في كل الأحيان من نرجقوش يعني المصدر واحد للمعلومة نحاولوا يعني نقاطعوا بين أكثر من المصدر نشوفوا مقالات تخص الموضوع هذيك نقرأوا بالبيهي نفهموا الموضوع بالبيهي نبدأوا نربطوا في الخيوط بشوية بشوية من بعد نجمو نتصلوا بالأشخاص المعنية بالأمر هونية والتي تعانى مشكلة في أنه السلطات يعني التونسية عندها مانك دو كوميونيكاسيون شنو معناها؟ معناها ما عادش يعطيونا المعلومات اللي نحب وناخدوها لذلك فاونية نضطروا أنه نعتمدوا الوسائل الحديثة كيف ما تين آي وإلا جوجل إيماج وإلا فوتو فورانسيك وإلا اللي هو أول ما تشوف خبر أو معلومة أو غيره الدور على اللي غيزو سوسيو نجم تثبت مثلا في وكالة الأنبي في المواقع الرسمية من بين الحاجات الأخرى زادها اللي زوتي اللي حكينا عليهم يعني انتع تثبت كلكو سواء في الصور أو الفيديوهات أو غيره كلها متاحة للعموم فما شوية يعني دي زوتيها كيبيعهم والكل دي ما أخمم دي ما أستنى شوية مش لازم طول تبرتاجي أحنا في أي تشيك من أهم الأهداف متاعنا إنه نخليه والمواطن هو في حداته يكون فاكتشيك يعني يكون هو اللي يدقق في المعلومة لذلك في المواطن لازم كل أخبار يشوفه اللي يجب يثبت منه هو قبل ما يلتجأل إنه يبرتاجي الأخبار هذيك مع أصحابه ولا غيره والوسائل الموجودة ينجم يتبع منصات التحري كيما أي تشيك تونيفاكت فالسو اللي هو أحنا كمواطنين أهم حاجة نعملوها قبل ما نعاودو نبرتاجيه وحكيه ولا بش نثبته من معلومة ولا من أخبار ولا ليهو نمشيه المعني بالأمر ما نمشيوش بولد عم ولا الباش فما طرق سهلة على الأخر لسابليكاشون اللي موجودين فما أحكيم العقل نبعدو عالإنحيازات متاعنا نخمو شوية بالعقل فما نمشيو اللي سوح سفيش سهل معنية سهلة على الأخر لباش فيسبوك والإنترنت ولا فيها كل شي تقريبا نجوز نمشيو للمصدر الصحيح متاع المعلومة ونثبته من غادي كيما فاميش حاجة رسمية ما نبرتاجيوش